بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنبدأ في هذه الشريحة بدراسة الوحدة الثالثة التي تتحدث عن المسألة الاستفاء الداخلي سندس أولا ما هي المسألة العامة الاستفاء الداخلي غالبا ما يصادف الباحثون في العلوم التجريبية مثل الكيمياء والفيزياء والهندسة وميكانيك السوائل دوال تجريبية F-X معطى بشكل جدول من القيم يعبر عن نتيجة تجربة ما كما هو في الجدول التالي إذن على سبيل المثال كنا ندخل على معمل الفيزياء ويعطونا التجربة ويقول للمدرس كان يقول لي أخذ القراءات من الجهاز كل عشر دقائق أو كل نصف ساعة أو كل ربع ساعة خذ قراءة فكنت هنا مثلا في اللحظة الصفر كنت أخذ القراءة الأولى في اللحظة بعد خمس دقائق كنت أخذ القراءة الثانية بعد سبع دقائق كنت أخذ القراءة الثالثة بعد ربع ساعة كنت أخذ القراءة الأخيرة فأحصل بذلك على دالة يسمى هذا النوع من الدوال بالدالة النقطية أو بالدالة النقطية إذن بهذا الشكل إذن فهذه الدوال هي الدوال التي نحصل عليها في حياتنا العادية الآن ما هي المسألة العامة للإستفاء الداخلي؟ قد يحتاج الباحث الحصول على قيمة الدالة من أجل قيمة للمتحول الإكس تقع بين النقاط إكس صفر إكس واحد إكس للإن بحيث الإكس تختلف عن كل هذه النقاط من آي ساعة الصفر إلى الإن ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني والله أنا عملت التجربة وأضعت فلوس كبير عليها هل يجب علي أن أعيد التجربة مرة أخرى؟ لو أردت أن أحسب قيمة الدالة عند نقطة لم أستطع قراءتها أو ما حسبت وقت عملت هذه التجربة؟ طبعا هذا هو السؤال العام هناك تجارب مكلفة في الملايين وبالتالي عملية إعادة التجربة عملية مكلفة وأنا أحتاج إلى حساب قيمة الدالة عند نقطة لم أحسبها إذن النقطة تقع بين هذه النقطة إذن هذا هو المسألة العامة للاستفاء الداخلي إن العملية تكون سهلة جدا فيما لو كنت أعلم صيغة الدالة ولكن في الحالة العامة عندما تكون صيغة الدالة غير معلومة فإننا نقوم اعتمادا على الجدول المفروض تشكيل دالة كثيرة حدود تقريبية بي إكس والتي تكون قريبة إلى الدالة أف إكس ومن صيغته التحليلية نستطيع تعيين تقريب للقيمة المطلوبة بحيث يكون أف إكس يساوي تقريبا إلى البي إكس الطريقة الكلاسيكية متبعة في حل مسائل تشكيل الدوار التقريبية تعتمد على قيم الدالة التجربية وعد دالة بي إكس في النقاط إكس الأي أي أن البي إكس صفر أنا أحتاج إلى أن أدور على دالة تتساوى مع الإف في النقاط اللي عطنيها يعني في الـ إكس صفر هي البي في الـ إكس صفر التي أبحث عنها يجب أن تساوي الـ إكس صفر البي في النقطة X1 يجب أن تساوي الـ F في النقطة X1 البي في إكس الأي يساوي الـ F في إكس الأي إذن هذه هي مسألة العامة للإستفاء أريد أن أبحث عن دالة تتطابق مع دالة الأساسية التجربية في نقاط اللي عطينيها في التجربة اللي هي X0X1XL ثم إذا وجدت مثل هذه الدالة أستطيع أن أقول إن قيمة الدالة في أي نقطة أريدها تقع بين نقاط X0X0 يمكن أن أجعلها أو أقبلها كقيمة تقريبية للدالة التجربية FX نسمي في هذه الحالة عملية تشكيل البي إكس بالاستفاء الداخلي ونسمي الدالة بي إكس بدالة الاستفاء والتي غالبا ما نبحث عنها بشكل كثيرة حدود ونسمي النقاط X0X1XL تبعية التجربة بالعقد إذا نسمي هذه النقاط بالعقد المسألة هذه اسمها مسألة الاستفاء الداخلي دالة التي أبحث عنها سأبحث عنها بشكل كثيرة حدود ولذلك يسمى كثيرة حدود الاستفاء الداخلي الآن المسألة العامة للاستفاء الداخلي أو الطريقة العامة وهي أبسط الطرق ولا تدرس في جامعة مليخ خالد سنبحث عن دالة الاستفاء بي اكس على شكل كثير حدود من الدرجة إن طبعا ما دام عندي إن عقدة فإن زائد واحد عقدة فأبحث عن كثير حدود من الدرجة إن لأفترض أن البي اكس له الشكل إن إكس أس إن إن ناقص حد إكس أس إن ناقص حد إكس أس إن ناقص حد زائد إي واحد إكس زائد إي صفر والتي عدد أمثالها إن زائد واحد طبعا واحد طبعا الترقيم من الصفر إلى الإن وبالتالي فالعدد هو إن زائد واحد الآن علي أن نحدد قيمة هذه الأمثال إذن لنعيق قيمة نقوم بتطبيق الشروط الموجودة في العلاقة واحد اللي كانت هي عبد اللي إن قيم كثيرة الحدود تساوي قيمة الدالة التجريبية في الإكس صفر وبي بالإكس واحد تساوي الإف بالإكس واحد وهكذا إلى آخر عقدة اللي هي بي بالإكس إن جساوي إف بالإكس الإن الآن هذه الشروط موجودة في العلاقة واحد إذن نقوم بتطبيقها والتي عددها إن زائد واحد شرط يسمح هو بشكل وحيد تحديد قيم هذه الأمثال فإذا أخذنا في الحقيقة إذا طبقنا على البي إكس الشرط واحد إذن هذا هو الشرط واحد إذا طبقنا على البي إكس فإننا نحصل على جملة معادلات خطية مؤلفة من إن زائد واحد معادلة بإن زائد واحد مجهول هي المعادلة التالية إذن إذا حطينا هون الآن أولا عوضنا بالإكس صفر فنحصل على إي إن إكس أس إن صفر زائد إي إن ناقص واحد إكس أس إن ناقص واحد صفر زائد إلى آخر زائد إي واحد إكس صفر زائد إي صفر إذن هذه إذا عوضنا بالإكس صفر لكن إذا عوضنا هون بالإكس صفر نعلم أن بي إكس صفر إش يساوي إذا معنا هذا البي إكس صفر إذا ولكن بي إكس صفر ما هو إلا يساوي الاف إكس صفر هذه معادلة أولى نفس الشيء الآن نعوض بالإكس واحد نحصل على البي إكس واحد ماذا تساوي؟ تساوي من جهة الثانية اف بالإكس واحد ولكن هنا ما هو إلا إن إكس واحد أس إن زائد إن ناقص واحد إكس واحد أس إن ناقص واحد زائد إلى آخر زائد A1 إكس واحد زائد A صفر هذه وهكذا نكرر إذن فنحصل على إن زائد واحد معادلة بإن زائد واحد مجهول هي المعادلات التالية بحل هذه الجملة طبعا نحن تعلمنا في الوحدة اللي قبلها حل جملة معادلات بعدة الطرق بحل هذه الجملة نحصل على القيم A0A1 والتي تمثل أمثال كثيرة الحدود ومنه نجد كثيرة حدود الاستفاء الداخلي والتي ستكون درجتها N وخطها البياني يمر من جميع النقاط X0FX1FX1FX1XNFXN لنأخذ الآن مثال على هذه الطريقة أوجد باستخدام طريقة عامة لكثيرة حدود الاستفاء الداخلي للدالة ويساوي sinX المعرفة بالجدول التالي طبعا الآن ما هي نحصل على ما الواضح أن كثيرة الحدود المطلوبة هي كثيرة حدود من الدرجة الثانية لماذا واضح؟ لأنه هذه 012 إذا معنات كثيرة الحدود اللي عندي هي من الدرجة الثانية إذا معنات كثيرة الحدود سيكون BX يساوي XAX تربيع A1A2X تربيع زائد A1X زائد A0 علي أن أبحث عن A0 والA1 والA2 وأستخدم الشرط أن B بالإكس الآي تساوي F بالإكس الآي حيث الآي هنا هي 012 إذن X0 هذه هي X0 هذه هي X1 هذه هي X2 إذن وبالتالي لو عوضنا لحصلنا على واضح أنك سيت حدود من الدرجة الثانية إذن BX سيكون من شكله A0 زائد A1X زائد A2X تربيع الآن لو عوضناهم بالإكس الآي أولا نحصل على المعادلة الأولى طبعا هنا تساوي نحن عنا هناك قلنا حطيناها هاي BX BXI تساوي F XLI من هي F XLI هون نعوض هون اللي هي X0 هي 0 الثلاثين هي نصف والتسعين هي واحد إذن في الطرف الأيمن سيكون صفر نصف واحد إذن هذه هي المعادلة الأولى الآن نعوض نحصل على المعادلة الثانية A0 A0 زائد A1X1 زائد A2X2 للتربيع يساوي إلى F X2 F X2 اللي هي كانت نصف الآن أيضا هنا A0 زائد A1 X3 زائد A2 X3 للتربيع يساوي F X3 والتي كانت تساوي الواحد هذه سلاسة معادلات بسلاسة مجاهل بحلة نحصل على A0 A1 والA2 وهو المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة